تتواصل جهود والدولة لتوفير السرع المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين كما تواصل جميع الأجهزة جهودها لضبط الأسواق في هذا الإطار تمضخ كميات كبيرة من السرع بالمجمعات الاستهلاكية بزيادة 50% عن المعتاد وبالتخفيض تصل إلى 30% كما يتواجد عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل السرع الرمضانية والسرع الأخرى التي يحتاجها البيت المصري بتخفيضات تصل إلى 30% كما أعلنت وزارة التموين إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة معارض أهلا رمضان وتفير السلع بها